متأكدة لازم هتقوم تجربها من كتر ما هي سهلة ولذيذة ومش تاخد منك لا مواعين ولا أطباق كتير وهم عشر دايق وحتبقى جهزة هنقطع بصل كتير حوالي من 6 ل7 بصلات مثلا هتقطعها جوليان بس يكون عريض شوية المكون الأساسي عندنا هو السماء وزيت الزتون بس كده سماء وزيت زتون محتاجين معلقتين كبار من السماء السماء بيبقى عنده أي عطار تقدر تشتريه وأهم حاجة أنه يكون لون وغامق بش فاتح كده وردي لأ يكون لون وغامق تمام حطيت معلقة من السماء على البصل وبعد كده هجيب بقى الفراخ بتاعتي فراخ تقدر تستخدمي أوراك تقدر تستخدمي فرخة كاملة تقدر تستخدمي صدور اللي تحبيه وحط معلقة كمان من السماء وحط شوية فلفل أسود نص معلقة كده من الفلفل أسود حبهان وورق لورة ممكن تحطي فاصة مستيكة لو تحبي وهحط كمان شوية بسيطة من الكبيبة الصيني وتقدر تستخدمي أي تابل تحبيه بس إحنا مش محتاجين التوابل كتير وبس كده وزيت الزتون معي نحط بقى زيت الزتون بكمية كويسة كده ونعمل بقى تدليك لهذه الفراخ مع البصل مع التوابل اللي احنا حطناه زيت الزتون يفضل تستخدمي زيت الزتون البكر البكر اللي هو بيبقى لونه معكر وغامق شوية عن زيت الزتون التاني تمام؟ ادعاكي بقى كده كويس الفراخ مع البصل بالحاجات دي وخلاص على كده احنا كده خلصنا خلصنا التوابل خلصنا كل حاجة طبعا نستي الملح كالعادة حطيته في الآخر وخلاص هتحطيها ساعتين في التلاجة يتسيبيها تاني يوم وتسويها تاني يوم يتدخليها على طول الفرن يكون سخن درجة حرارة 200 أو 180 براحتك حطيها في رفة أوسط وسيبيها تستوي براحتها عايزة تزويدي شوية مية مثلا عشان السوس يتقل مفيش مشكلة عشان قصدي يكتر يعني مفيش مشكلة هي كده جاهزة هي اخدت معايا تقريبا ساعة هنا بقى كانت تستوت والتركة بقى اللي هتخللنا الأكلة دي تحفة يا جماعة بنشيل الفراخ وطبعا قدامنا هو السوس والبصل هنجيب بقى العيش ده عيش طابون أو خبز طابون اللي احنا عملناه مع بعض ممكن تستبدلي بعيش صاج أو تورتية أو عيش أبيض أو عيش بلدي بتاعنا مفيش مشكلة هتغطسيه بقى في الصوس كده بتاع الفراخ والبصل وتفرديهم على صنية وتغذي البصل اللي كان تحت الفراخ وتحطيه على العيش وبعدين ترسي فوق البصل الفراخ الحركة يا جماعة هتخليلك الأكلة دي في حتة تانية خالص بعد ما ترسي الفراخ هتكوني بقى ايه تشغلي على الكلام ده كله الشواية أنا كان النور قطع عندي والحمد لله فأنا عندي الشواية بتاعت الفرن الكهرباء أيوة من تحت غاز ومن فوق كهرباء بتقول ليش ليه ما مش هتدخلك في تفاصيل المهمة يعني المرار اللي احنا فيه ده هتدخليها دخلتها الفرن شوية عشان شوية ما كانت تشغيلة فاتحمصت العيش تحمص والفراخ خادت لون وكله شرب من بعضه الأكلة دي بتتعمل بالسنوبر حشان احنا مساكين يا لينا كان عندي شوية عين جمل كنت جاباهم لكيكة الجزر يعني مش هو موجود عندي على طول يعني شوية صغارين كده ولو مش عندك الحاجات دايك والحاجات عصابك وكله بقى هذا العيش المتحمص مع الفراخ مع البصل يا خبرة بيد على الجمال والطعامة والحلاوة الأكلة دي اسمها مسخن مسخن عشان بيسخنوا العيش تحت الفراخ جربوها وقولولي وبجد هتعجبكو جدا جدا هو شوية روزة بيت وشوية سلطة عملتي أحلى أكلة بجد بجد طحفة لازم تجربوها وعملوا لايك للفيديو شايروه وكتبوا لكم مانت حلو أنا بحبكم وشايروه